دعونا نفكر الآن بما قد يحدث في الولايات المتحدة إذا سمح بالخفاض سعر الدولار مقابل اليواني الصيني يتمثل الأثر الواضح في ارتفاع سعر الواردات الصينية للولايات المتحدة وهناك أثر آخر أقل وضوحاً لهذه العملية ويتمثل في إذا ما كانت هذه العملية ستقلص الطلب على الصادرات الصينية أو إذا ما كانت هذه العملية ستؤثر على التضخم الأمريكي ويعود ذلك إلى عدم وضوح هذا الأثر كالأثر الأول فعند شراء محفظة الجهاز المحمول من محل أجهزة المحمول وتدفع 30 دولار ثمن لهذه المحفظة لا يحصل المصنع الصيني على الثمن الذي تدفعه وهو 30 دولار كتكلفة قد تبلغ تكلفة تصنيع هذه المحفظة 60 سنة أو 80 سنة أو دولار لإنتاج هذه المحفظة ويذهب باقي المبلغ الذي تدفعه إلى بائع التجزئة أو إلى المورد أو قد يتم دفعها كتكاليف شحن لهذه المحافظة من الصين إذا ارتفعت 60 سنة وهي تكلفة تصنيع هذه المحفظة في الصين إلى 80 سنة أو إلى دولار فقد لا يعني هذا ضرورة تغيير الثمن من 30 دولار إلى 31 دولار فليس من الواضح إذا كان هذا الأمر سيؤثر على الطلب بشكل كبير كما قد تؤثر عملية إبقاء سعر الدولار منخفضا على التضخم ويتمثل ذلك في ارتفاع أسعار جميع الواردات إذن ستصبح أسعار جميع الواردات مرتفعة ويتوقف هذا الأمر على ردة فعل الدول الأخرى حيال انخفاض سعر الدولار ولكن قد ترتفع أسعار جميع الواردات وقد يكون النفط أكثر الواردات أهمية ومرة أخرى يعتمد هذا الأمر على ردة فعل العملات الأخرى على عملات الدولار المنتجة للنفط ففي الحقيقة يحاول منتجو النفط تثبيت سعر عملاتهم مقابل الدولار وبالتالي لن يكون هذا الارتفاع ملحوظا كما نعتقد ولكن بشكل عام عندما ينخفض سعر الدولار فإن سعر أهم الواردات بالنسبة للولايات المتحدة وهو البترول سيصبح مرتفعا وهناك أثر جانبي آخر لهذه العملية ويتمثل في تزايد الإقبال على الديون الأمريكية وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الديون الأمريكية ونتيجة لذلك سوف ترتفع نسبة الفائدة التي تخضع لها هذه القروض وبالطبع عند القول أن سعر الديون الأمريكية قد ارتفع فأعني هنا أن سعر الفائدة على هذه القروض قد ارتفع كما يتوقف سعر الفائدة على هذه القروض أيضا إلى حد كبير على ما يقوم به الفدرالي الأمريكي قد يتدخل الفدرالي هنا ويقوم بطباعة المزيد من الأوراق المالية بهدف تخفيض أسعار القروض ولكن من المحتمل أيضا أن لا يقوم بذلك وسأطرح سؤالا أخيرا هاما للغاية بل قد يكون الأهم ويجدر التنويه هنا أن إجابات هذه الأسئلة ليست قطعية والسؤال هو ما الذي سيحدث لقطاع الصناعة الأمريكية في هذه الحالة لقد ذكرنا أن الصين قد تمكنت من إنتاج بتكلفة أقل من تكلفة الإنتاج الطبيعية من خلال المحافظة على انخفاض سعر عملتها وبالتالي تمكنت الصين من سرقة القاعدة الصناعية من الولايات المتحدة ومن ثم استنزاف القاعدة الصناعية ولكن هل ستعود القاعدة الصناعية مرة أخرى إلى الولايات المتحدة هل ستعود هذه القاعدة من الصين أو من دول أخرى إلى الولايات المتحدة وفي حقيقة الأمر سيؤدي انخفاض سعر الدولار لارتفاع حجم الصادرات الأمريكية ولكن هناك أمر غير واضح وهو ما إذا ستعود الصناعات التي تعتمد على حجم عمالة ضخم وتتطلب مهارات عالية إلى الولايات من آسيا ولا أعتقد ذلك كما ذكرت في الفيديو السابق الذي تحدثت فيه عن الصين حيث ذكرنا أن هذه الصناعات قد تبقى في آسيا ولكن إذا أردنا التفكير في الدول التي قد تنتقل لها هذه الصناعات إذا ارتفع سعر العملة الصينية يمكننا القول أن هذه الصناعات ستنتقل إلى بعض الدول الآسيوية الأخرى فقد تنتقل إلى جنوب آسيا أو أمريكا اللاتينية فمن المحتمل أن تنتقل هذه الصناعات إلى جنوب آسيا أو أمريكا اللاتينية وذلك نتيجة لوجود العمالة الرخيصة بفعل المستويات المعيشية المتدنية الآن وما تحتاج إليه هذه الدول كي تنافس الصين على وجه التحديد هي البنية التحتية والنظم والكفاءة والمساحة وذلك حتى تنافس الصين بشكل فعال إذن هذه هي الدول التي ينبغي على الصين الحذر منها إذا لم تقلل من سعر عملتها مقابل الدولار على الرغم من أن خفض سعر صرف الدولار سيساعد قطاع الصناعة في الولايات المتحدة كان معكم سلمان خان من أكاديمية خان قناة CNBC